خاوية على عروشها هكذا تبدو هذه الأسرة بعد أن تم الإعلان عن إغلاق مركز الفشل الكلوي في المستشفى الجمهوري والذي عاد إغلاقه إلى العديد من الأسباب أسباب إغلاق قسم الغسل الكلوي قسم الغسل الكلوي بدون مزينة تشغيلية انتهت كمية المواد التي كانت مخزنة لدينا وحصلنا عليها من الحكومة التركية نواجه صعوبة بإدخال أي مواد نتيجة الحصار المفروض على المدينة بالإضافة إلى أن الداعمين نتيجة الحروب غادروا مدينة تعز فلا نستطيع التواصل معهم العشرة من المرضى تزداد معاناتهم وتتفاقم مشكلاتهم وسط النداءات المتكررة والمناشدات التي أطلقتها إدارة المستشفى نجل العمل على إنقاذ المركز ولم يجدوا استجابة حتى الآن وقهت عدة مناشدات ودعوات واستغاثات للصحة العالمية لوجارة الصحة، لمحافظة المحافظة، حلقنا الطبية التي هي بدون أي صراحيات أو فعالية والمنظمات العالمية، طباء بلا حدود، وهلال القطري، كويتيين، غاثة، كل القهات، لكن لحد الآن دون استجابة استمرار الحصار على مداخل المدينة، ومنع دخول الأدوية والمعدات الطبية، وصمت الحكومة الشرعية وتخادلها أمور تنظر بالتدهور الوضع الصحي في مدينة تكاد تكون خالية من المستشفيات بعد أن توقفت خدمات معظمها تشتاق هذه الأسرة إلى مرضاها الذين كانت تساهم في علاجهم والتخفيف من معاناتهم بعد أن ناشدت الجهات الرسمية طويلاً من أجل العمل على أن لا يتوقف هذا المركز الذي تسبب إغلاقه في تفاقم معاناة الكثير من المرضى ولكن لا حياة لمن تنادي حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز اشتركوا في القناة